وبينما تستمر فعاليات المراكز الصيفية في الساحل الغربي يظهر جليا الفرق الشاسع بين مراكز تهدفه إلى عدد تأهيل النشئ والشباب الذين تخلصوا من قفضة الميليشيات وبين مراكز الموت في مناطق السيطرة الحوثية ما سيبقى من خبر البيئة المليئة لن ترى الدنيا على الارضي وصيئة شباب في عمر الزهور كتبت لهم حياة جديدة بعد أن تخلص الساحل الغربي من ميليشيات الظلام والموت عزائم وطنية شابة عالية تتشكل وسياجها قيم الانتماء الوطني ليرتفع صوتها هادرا على شعارات الموت والهلاك دروس علمية مختلفة بالإضافة إلى الأنشطة والألعاب ككرة القدم والتنس وغيرها كلها مفعمة بالحياة جميعها تساعد في بناء الذهن وتنمية قدرات التفكير أنشطة تنظم في الساحل الغربي عكس ما يقام من دورات في المراكز الصيفية التي تقام في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي من تلغيم وتفخيخ لعقول الأطفال مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة والمتنوعة يتم تنفيذها من قبل كوادر متخصصة خلال الإجازة الصيفية لاستثمار فراغ الشباب وتلبية احتياجاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة تحت إشراف معلمين مؤهلين تربويا وعلى النقيض فإن الميليشيات تستغل المراكز الصيفية في عملية تعبئة وحشد الأطفال والشباب من أجل تجنيدهم كمقاتلين في صفوفها وإرسالهم إلى جبهات القتال المراكز الصيفية التي تقام في الساحل الغربي أحدى الوسائل الرامية إلى إبعاد الشباب والطلاب وصغار السن من التعرض لتأثيرات القوى والجماعات الإرهابية والمتطرفة لكنها في زمن الحوثي تحولت إلى إحدى أبرز وسائل صناعة الموت والتطرف والإرهاب في أضالع دارت مواجهات بين القوات المشتركة والمقاومة من جهة والميليشيات الحوثية